السادس من أركان الإيمان والأخير الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر له أربع درجات أربع مراتب الدرجة الأولى العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء المرتبة الثانية الدرجة الثانية أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء مكتوب إلى أن تقوم الساعة المرتبة الثالثة أن العبد له مشيعة وإرادة لكن تحت مشيعة الله أنت تقول الآن بعد هذا الدرس ستسافر مثلا قدر الله أنك لا تسافر والله لا يمكن تسافر أنت تقول الثالثة المرتبة الرابعة والأخيرة العبد مخلوق وكذلك أعمال العباد مخلوقا كالعباد ماذا أصنع أنا أؤمن بهذه المرتبة الأربعة وأعمال بعمل أهل الجنة أدعو الله سبحانه وتعالى جعلين من أهل الجنة ولا جعلين من أهل النار وأعمال وأدعو وأحرس أن أكون من أهل الجنة يعني أجمع بين الإيمان والعمل بعمل أهل السعادة والله أعلم ترجمة نانسي قنقر